موسيقى في ذل حالة الحزن في الحقيقة اللي احنا بنمر بها لكن ما ينفعش نخفل خالص جمهور النادي الاهلي علينا ولازم نتكلم على جزئية مهمة وموضع مهم جدا وحيكون حديث شايك جدا في الجزء الاول او الفقرة الاولى من حلقة الاهلي الليلة النهاردة علشان كده بينوارني وشرفني في هذه اللحظات أستاذ ايمان محمد محلل الكرة العالمية بموقع يلا كرة أستاذ ايمان اهلا بك اهلا بك امير و اهلا بكل أستاذ المشاهدين باركي بكل طباب الحمد لله رب العالمين خالص العزاء لفقيد الاعلام الرياضي أستاذ خالد توحيد لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقه لمهزنون وإن إلي الله وإن إليه راجعون الحقيقة أستاذ خالد كان وصيظل هو الاعلام الوحيد الذي قدم استوديهات تحليلية وهو خريجا لكلية الاعلام ولم يكن خريجا فقط بل كان أستاذا كبيرا وكان دعما للجميع الصغير قبل الكبير مواقف أستاذ خالد الحقيقة كانت مع كثير من الشباب ومن ضمنهم أنا اسمح لي أقول بعض المواقف المهمة جدا للواحد كل ما بيجي أتذكرها نهاردة في الجنازة وفي صلاة الجنازة وفي الدفن وأثناء عملية الدفن الواحد كان بيتذكر شريط الحقيقة 11 سنة من خلال معرفتي بالأستاذ خالد كنت مازلت شاب صغير بحاول أتحسس خطايا في عالم التحليل وفي عالم النقد الرياضي وتوجهت له فعلا مكتبه في الأهرام الراجل كان مرحب جدا أنه يستمع إليه وأنا كنت لسه حتى لما ألتحك بأي موقع أو بأي شيء وشجعني لما شاف الشغل بتاعي وحاول قدر الإمكان أنه يدفعني على بعض الخطوات وكان دايما مؤمن أن الموهبة الحقيقية هي اللي بتكمل وهي اللي بتعافر الحقيقة بعد سنين طويلة جدا لما تولى رئاسة تحرير مجلة الأهرام الرياضي وهي أكبر المجلات الرياضية في مصر مع طبعا مع جريدة أخبار الرياضة الحقيقة أتحلي الفرص أن أنا أكتب في الأهرام الرياضي إمانا منه بالموهبة الحقيقية مش بس كده أن أنا أعمل ملاحق كاملة في بعض الأوقات عن الدول الإنجليزي كنت بشارك في تغيير شكل المجلة في بعض الأوقات خط الكاس العالم في 2014 تحليلات كنت بعملها على الموقع وكان هو معجب جدا جدا بيها وكان حابب أن التحليل زي ما بياخد حقه في الأعلام الرياضي الإلكتروني ياخده كمان في الأعلام الورقي ويمكن دي كانت رسالة الماجستير بتاعته طال لي علاقة بهذا الشأ إزاي تأثير الإعلام الرياضي الإلكتروني هيكون موجود وكان شايف أن الصحافة الإلكترونية مش هتنافس بس على الأقل هتكون مكملة لأن دايما الورق كان ليه إمته عنده لكن كمان هو كان شايف أن الصحافة الإلكترونية كان مهمة جدا أن الناس لازم تبص عليها بنظرة أوسعة وأشمل والحقيقة كانت مفاجأة ليها كبيرة جدا لما أنا طلبت منه أنه يعمل لي مقدمة الكتاب بتاعي لعب الحلم اللي هو أول رواية مصرية أو أول رواية عربية عن عالم كرة القدم وتكتكاته وطلبت منه طلب الإبن والصديق أو الأخ الأصغر للأخ الأكبر والأستاذ أنه هو يكتب لي مقدمة الكتاب بتاعي والحقيقة أنا كنت متخيلة أنا هتبقى الكلمات بسيطة لكنه بصراحة أزهلني وخلاني أرتجف لأن فعلا نوقع الكلمات عليها اللي كانت موجودة واللي أنا بعتبرها بتزين الكتاب بتاعي كانت مليئة بالحنان وبالإحساس وبمدى إحساسه بالبني آدم اللي شافه بيكبر قدامه لمدة عشر سنوات من خلال تجربته من هو يكون بعيدا تماما عن الصورة إلى أنه يكتهد وأنه ياخد بكانة ومكان جيد جدا في هذا الوسط الرياضي حقيقة أستاذ خالد مش عارف أقول إيه يعني مش هقدر أكفي حقه لكن ما نقدرش نقوله لأنه إحنا دايما بندع له بالمغفرة ويظل دايما رمز مهم جدا 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 من رموز الإعلام الرياضي كان مقدما رائعا في الاستوديات التحليلية وكان ناقدا متميزا كنت تستمع له في إزاعة الشباب الرياضة حتى في لقاءاته الأسبوعية لما ابتعد فترة عن الإعلام دايما لما كنت بيسأله وبقول لي أستاذ خالد إيه رأيك في المشهد كان بيقول لي لما تبتعد بتشوف الصورة أفضل صح وبتشوف العيوب أسرع وبتاخد فترة وهدنا دايما مع النفس عشان كده لما بتيجي عودتك بتبع عودتك أقوى وأفضل وكأنك ما رجعتش أو كأنك ما غبتش تماما عن المشهد حياء أستاذ خالد مهما أنا أتكلم عنه مش هكفي حقه لأنه فعلا 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 كان ونعم الأستاذ ونعم الأخ ونعم الصديق ربنا يرحمه يا رب يا رب ويغفر له ويصبر كل محبيه ويصبر أهله ويجعل مسواه الجنة إن شاء الله ويحسن خاتمة تنزيه لأنه مفيش خاتمة ولا أروع ولا أجمل من كده الواحد يلاقي رب ويبعث كما ودع الدنيا يبعث وهو زاجد يعني حاجة حاجة ربنا الحم ربنا الحم يا رب ربنا الحم دكتور خالد توحيد ويسكنه في صحة جناته ولا نملك إلا أن نقول إن لله وإن إله رجعون من ضمن الحاجات اللي كان عايز يعملها دكتور خالد توحيد بتحديد حلقة النهاردة بالمناسبة إحنا الحلقة النهاردة بما إننا طبعا معنا أستاذ عيمان محمد فطبيعا إحنا هنتكلم عن بعض الجوانب العالمية بعض الأحسايات بعض الأرقام بس بالتحديد فيما يخص النادي الأهل وده كان طلب من دكتور خالد توحيد يعني من كم يوم قال إحنا عايزين نعمل حلقة بالمنظر ده أو بالشكل ده فحلقة النهاردة بالتحديد بنعملها بناءا على تعليمات ربنا يرحمه رب دكتور خالد توحيد وإحنا بنتكلم فيها عن الأهل العالمي أستاذ أيمن الأهل العالمي خلينا نمتدي من آخر من كام يوم من أسبوع تقريبا الفرانس فوتبول طلعت تقرير قالت أن النادي الأهلي بيحتل المركز 21 على مستوى العالم من حيث الأهمية من حيث البطولات من حيث الجماهيرية من حيث كل شيء يعني وأعتقد أن ده إنجازة كبير عالمي يضاف لإنجازات النادي الأهلي السابقة طبعا مجالة فرانس فوتبول هي واحدة من أهم وأشهر إن لم تكن أهم المجلات على المستوى القروي على المستوى العالمي طبعا عملت استفتاء والاستفتاء ده وضعت في بعض المعايير تقريبا كانوا عشر معايير من ضمنها النشاط الرياضي القيمة التسوقية القيمة السوقية للعابين قدرة النادي على دخول في الانتقالات حجم الإنجازات الرياضية عناصر كتير جدا حجم الجماهيرية على السوشيال ميديا ودي حاجة مهمة جدا نادي الأهلي أخذ باله منه أو جماهير الأهلي أخذ بالها منها في الفترة الأخيرة عشر معايير كانوا موجودين في استفتاء فرانس فوتبول أدوا بوصول الأهلي للمركز الواحد وعشرين بالمشاركة مع نادي سيلتك الجميل في الأمر أن الأهلي وصل لهذا المركز أو تفوق على أندية كبيرة جدا ما كانوا موجودين في الاستفتاء وطبعا النادي العربي والأفريقي والأسيوي الوحيد يعني نكن نتكلم على فكرة الاستثمار المطروحة حاليا في الوسط الرياضي المصري أو ما يقال أنه هو استثمار وهو ليس باستثمار على الإطلاق بالأرقام والمعايير بكل المعايير اللي احنا ممكن نتكلم عنها في أي وقت إن كان وإحنا مجهزين للمناظرة دي في أي وقت ما يحدث في مصر هو ليس باستثمار لكن النادي الأهلي هو رمز الاستثمار ورمز البطولات الرياضية الحقيقية ورمز الجماهيرية الكبيرة والجماهيرية الضخمة اللي استطاع من خلال سنوات وسنوات وسنوات من يحتل به هذا المركز وليس غريبا على فرنس فوتبول أنها تضع دوات في الأهلي لأن الأهلي الحقيقة إنجازاته كتير أنا ما نجي نتكلم حتى قبل ظهور زين الدين زيدان في النادي ريال مدريد وإحرازه لستة بطولات عالمية أو ستة بطولات قرية ما بين قرية وما بين عالمية وصعوده المزهل لريال مدريد واكتيازه للنادي الأهلي طبعا نحن كنا عارفين أن الأهلي لغاية 2014 كان الأكثر تتويجا طبعا مستوى العالم طبعا كمتفوق على بوكا جونيورز وعلى إيسي ميلان وعلى ريال مدريد طبعا وبالتالي الأهلي ما كانش بعيد عن بورة الضوء العالمية منذ خمس سنوات طبعا كمان ساهم أن الأهلي في تفصيلية الضوء على الأهلي فكرة كاسر العالم لأندي احنا عارفين أنه طبعا هو أكثر الأندية تمثيلا لقارة أفريقيا خمس مرات لغاية دلوقتي 2005 2006 2008 2012 2013 حق طبعا المركز الثالث زي ما كلنا عارفين في بطولة اليابان بطولة اليابان كانت أو في 2006 في بطولة اليابان بطولة أبوتريكا الشهيرة هذه البطولة اللي كان أبوتريكا كان حق فيها بأنه هو ياخد أفضل لعب في البطولة لو لبعض الاعتبرات التسويقية جمهورية الأهلي في اليابان ده حقيقي فعلا جمهورية الأهلي في اليابان حتى في الفترات ده كانت مهمة جدا أندي الأهلي معروف تأثيره حتى معروف حتى على الأندية الأفريقية أو حتى على اللاعبين الأفرقى الموجودين فيه طبعا بنشوف أندية بيكون فيها مشاكل ما بينها وما بين اللاعبين للأفارقة لكن احنا شفنا حتى في الإعلانات للشركة الرعية الجديدة لما جابت جيلبرتو من أنجولا وعملت معاه الإعلان ده وضح قديه مدى الارتباط بين الأهلي وأن الأهلي مش مجرد نادي رياضي أو نادي بتنافس مع البقيلة الأهلي بيغرد في سرب الوحده ولسه بعيد قوي 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 بعيد جدا على مستوى الجماهيرية وعلى مستوى العقلية وعلى مستوى الإدارة وعلى مستوى الفنيات وعلى مستوى كل حاجة وما نيجي نشوف نادي أفريقي أو عربي أو حتى أسياوي يقدر يتنافس مع النادي الأهلي الأمر هيبقى صعب شوية أكيد أكيد لأن فيه طبعا حاجات اعتبرات كتير جدا نحن بنشوف كم أموال رهيب بيصرف في السوق المصري والأهلي بدخل الموضوذة بقوة إذا قال أنا كنت متراجع شوية أو أنا مكنتش عايز السوق يفلت لكن أنا قادر أن أنا أدخل في السوق بقوة وكان بيحاول يتحكم أو بمعنى عام كده يهدي أسعار السوق شوية لأن بيني وبينك الموضوع كان صعب جدا لكن ما كانش فيه حل آخر فبالتالي أن دي الأهلي يتعامل بهذا الشكل وقدر أنه يدعم صفوفه بالطريقة المطلوبة أن وجد نظره من حيث المراكز بتحديد ده حقيق جدا ده حقيق لأن هاي الفكرة ما كانتش الأهلي مش عايز يدخل أو مع معوش لا الأهلي دايما طول عمره بيقدر يدخل في السوقات قوية جدا وبأموال قوية جدا لكن هاي الفكرة فكرة انفلت الأسعار ودينا شوفنا حتى جمهير الأهلي في بعض الأحيان كانت بتتكلم طب هل هذا اللعب كان يستحق هذا كل هذه المبالغ وبنشوف العيبة حتى بتيجي في أندية أخرى بمبالغ خرفية ولم تقدم مستوى خارج يعني احنا ما بنشوف النتائج حتى لو الناس بتتكلم على النتائج أو حتى على مستوى الأداء ما بحبش أنا أتكلم على النتائج طول الوقت لكن كمان بتكلم على الأداء على مستوى الأداء حلا أن الأداء ككرة قدم لا تناسب مع حجم الأموال اللي بيتم صرفها يعني احنا بنشوف أنت بتكلم هذا الأستوديو مثلا أنا نقول مثلا وبيتكلف سين من الأموال زما يجي حد بره يقول لا هو سين زائد صاد هو قيمته سين سواء حطيت فيه برنامج أو اتنين أو تاتا هو قيمته سين الموضوع مش بالقيمة السوقية بقدر ما هو بالقيمة الحقيقية عشان كده هنلاقي فيه بعض اللاعبين جات بتلت أضعاف تمنها فيه لعيبة جات من البرازيل بتلت أضعاف تمنها اللي كانت موجودة فيه في البرازيل بمجرد أنها تيجي مصر ده نوع مش من أنواع الاستثمار بقدر ما هو نوع من أنواع الحافز النسبة للأهلي طبعا الأهلي دايما بيجيب اللاعب اللي بيشتريه واللعيب اللي محتاجه وده شفناه كمان حتى في التجديد الأخير الأجاية وعلي معلول هم الحاجات دي كلها طبعا الحاجات دي كلها بتؤثر طبعا انت الحاجات دي خلي بالك من ضمن الحاجات اللي معايير اللي استندت عليها في فرانس فوتبول هي فكرة مدى قدرة النادي على الدخول في سوق الانتقالات يعني أنت هبتكلم على قدرة النادي نخش في سوق الانتقالات ده حاجة مهمة جدا بنادي مثلا زي أيكس نادي من tengaل كبيرة جدا ومعروفة جدا لكنه هو جيه وراء الأهلي ليه لأن قدرة عاكس في الفترات أو في فترات كبيرة جدا أنه يدخل في سوق الانتقالات ما كانش يقدر كان دايماً بيفرغ اللعيبة بتاعته ليه كبار أوروبا يعني الإحصائية اللي اتعملت بما فيها موضوع الجزئية اللي حرارك بتقول كلم فيها لأنه قدرته الشرائية عاملة إزاي؟ طبعاً قدرة على دخول في سوق الانتقالات أنك بتدخل وأنت دايماً بتدخل بتدخل بتشتري وببيع الفكرة مش بس أنك أنت بتشتري بتشتري بقديل إلا أنت بتشتريه ببيع إحنا نتكلم أنه مثلاً ريال مدريد وبارشلونة وبارن مونيخ الأندية الكبيرة أو مانشستر سيتيو وزي قولنا ريال مدريد ولوفينتوس هي الأندية دي الكبيرة دايماً بتقدر تدخل في سوق الانتقالات سواء بالبيع أو بالشراء دايماً مش بس نادي بيبيع يعني آيكس مثلاً بيبيع أكتر ما بيشتري لأنه دايماً متمد على الأكاديميات بتاعته فطبعاً دا مهم جداً أنه كنت طبعاً يكون النادي عنده القدر أنه هو يدخل في السوق أنه هو يشتري لما محتاج العيد بيقدر يشتري وإحنا شفنا حتى الفترات اللي فاتت الأهلي يعني احنا نتكلم على صفاقات في يناير الماضي كانت قيمتها قد كده وقبل كده حتى السنين اللي فاتتها وفترات الأخيرة إدارات الأهلي متعقبة سواء إدارة كابتال محمود الخطيبة أو إدارة المهندس محمود طهر جبنا العيبة أو استقطبنا العيبة مهمة جداً وأندية ودولية في منتخبات بلادها بدون مقطعة كلامك بس أنا عايز أقول معلومة لجمهور النادي الأهلي معلومة تتمثل في أن النادي الأهلي في هذه الفترة بيمتلك أكبر ميزانية في تاريخ النادي مجرما نقول أرقام لكن النادي الأهلي حالياً بيمتلك أكبر ميزانية في تاريخ النادي وده الشيء يذكر ده الكلام اللي كان بيتكلم فيه أستاذ أيمن محمد فضل كمان فكرة أن الأهلي طول عمره بيستقدم أو كان بيلعب مع أندية أجنبية يعني من خمسينات القرن الماضي والأهلي بيلعب مع أندية أجنبية وأندية كبيرة يعني مش مجرد بس أندية اللي هي مجرد أندية بسيطة أو أندية ضعيفة أو تجارب حتى استهلاكية أو تجارب تجارية لأهلي لعب مع برشلونة ولعب في القديم وفي الحديثة في المقوية بتاعته لعب مع بمفيكة مرتين وكسب بمفيكة مرتين بين فيكة كان بطل أوروبا في الستينات لعب مع بروسيا بانشنق الباخ في الالفنات طبعا في المقوية في احتفلات المقوية وكمان في الستينات أو في السابعنات كان بيلعب برضو مع النادي الأهلي والأهلي كسبه برضو 3-2 طبعا الأهلي تاريخه كبير جداً جداً مع الأندية الأوروبية وكسب باير مونخ لعب بروسيا بانشنق الباخ وتعادل 2-2 طيب قبل ما نخوض بس أذنك يعني قبل ما نخوض ده فيه الأندية العلمية للنادي الأهلي اللعيبها وقدر أنه يتغلب عليها وقدر معها مباراة كبيرة جدا لكن أنا عايز سألك سؤال مهم جدا كيف يتم استغلال المركز اللي فيه النادي الأهلي تبقا ليه لتقرير الخاص بالفرانس فوتبول إنه النادي الأهلي الواحد عشرين على العالم إزاي نقدر نستغل هذا المركز استثماريا من صالح النادي من وجهة نظرك طبعا فيه نقطة مهمة جدا فكرة الجماهيرية على السوشيال ميديا الأهلي محتاج الفترات اللي جاية عشان خاطر يقدر يوسع القاعدة 17 على فكرة على العالم السوشيال ميديا إنت محتاج عشان خاطر توسع ده إحنا عندنا قاعدة جماهيرية رهيبة جدا وده اللي أثرت حتى على الاهتمامات لو بنتكلم على المستوى العالمي مثلا محمد صلاح لما الجماهير المصرية كانت دائما بتسحف بالملايين على حسابات الأندية الأوروبية ده بيأثر جامد جدا إذن أنت كمان محتاج عشان خاطر تعرف الناس بقيمة الأهلي في أفريقيا بقاش الموضوع مقتصر على الكاس العالم ممكن تصدر حسابات للسوشيال ميديا بلغات مختلفة الإنجليزية مثلا والفرنسية ويبقى هدفك الأول أنك أنت تتوجه هذه الحسابات إلى دول أفريقيا عن دول أفريقيا أنت محتاج أنك أنت تتشعب وتبقى برند بالنسبة لهم طول الوقت محتاج عشان خاطر تعمل بعض العلاقات الواطدة مع الأندية الأفريقية في الاحتفالات رئيس نادي الترجي لكابتر محمود الخطيب بالحضور في الاحتفالات المقوية محتاج أنك أنت كمان مع انتظام المسابقة في السنين القادمة وعودة أو تغيير الأجندا الأفريقية البطولات تبتدي في أغسطس وتنتهي في مايو نسبة احتفال الترجي بالجل الزهبي والمقوية ومراجعة عام على تأسيس هذا النادي الكبير طبعا نادي الترجي متواجد أنك أستاذ محمد الجارحي عضو مجموعة الأهلي والذي يمثل النادي في هذه الاحتفالية النهاردة بتحديد أعتقد في هذه اللحظات برضو كمان نقطة مهمة جدا أنك أنت تحاول أنك أنت تعمل بعد كده مطشاط أفريقية مع بعض الأندية في الاحتفالات المنسبات بتاعتهم ده مهمة جدا أنك أنت تواجه الحسابات مع المطشاط بتاعتك فأنك أنت يكون بتخاطب الجماهير في القارة أفريقية كمان وصولك لكاس العالم الأندية وتتشين حسابات عشان خاطر تعرف الجمهور مثلا أنك أنت تدخل تعرف تمنشن حساب ريال مدريد مثلا بالأسباني أو تمنشن حساب باير المنخ لو أنت بتوجب باير المنخ بتمنشن حساب مثلا باتشوكا مثلا لو أنت بتلاعب باتشوكا أو بتلاعب فريق من المكسيك وهكذا أنك أنت بتحاول أنك أنت توصل لشرائح مختلفة أنك أنت لازم تنزل اللجوان بتاعتك ممكن تنزل اللجوان بتاعتك بتعليق أجنبي يعني هي نفس اللجوان بتاعتك في الدوري تعليها بتعليق أجنبي أسباني إنجليزي فرنساوي أنك أنت تنزل قد دي كلها وتنزل على ويب سايت أو تعمل منشن حسابات فرق تانية ممكن تجيب مثلا لجوان متشابهة يعني إحنا عندنا كم جوان عظيم جدا سواء في القديم أو في الحديث ممكن أنك أنت تعمل زي دبلاج أو زي مكساج لفكرة الفيديو ده أنك أنت تخط عليه أصوات معلقين أجانب أو أنك أنت تخلي حد يعلق بالصوت أجنبي أو بتعليق أجنبي وأنك أنت تنزل هذه الفيديوهات أعتقد أن الحاجات دي كلها تفكار مهمة في الحديث طبعا هتساعد جدا في الشعبية بتاعت الأهلي كمان في حاجة مهمة جدا على المستوى المحلي دي أنا كنت أتمنى من إدارة النادي الأهلي إنها ممكن تعملها طبعا إحنا دايما بنشوف تيشيرت النادي الأهلي بينزل بينزل بدون أرقام اللاعبين أو بدون أرقام بتاعتهم أو بدون الأسماع بتاعتهم لو ويح الاتحاد المصر ما بتنصش على كده لا أنا بتكلم في موضوع البيع في موضوع البيع إنك أنت لما أنت تيجي تشوف تحدد أني مثلا أنا أيما عايز يروح يأخذ مثلا تيشيرت صالح جمع أو تيشيرت أجعيه فيبقى معروف أن تشيرت أجعيه ده وتعليه إقبال قد كذا وكذا وكذا ده بيعمل حاجة مهمة جدا إن اللاعب أو بيبقى مؤشر على حاجة مهمة جدا إن اللاعب الإمكانياته عالية جدا إقبال الجمهور عليه بيبقى عالي جدا وقيمته التسويقية بتبقى عالية جدا ده اللي بيحصل في أروب بالضبط كان يعني ديفيد بيكهام مثلا لما انتقل ريال مدريد احنا بنتكلم أن إجابت منه تقريبا في أول 48 ساعة بس من بيع الأمصان فدي فكرة مهمة جدا إنك إنت إزاي مداخيل مهمة جدا إنك إنت لما تيجي بيعتشرتك بيعتشرت باسم اللاعب وده بيوفر لك حاجات كتير جدا في الصفقات يعني أنت لما أنت بتيجي تستقضي منك بكبير الناس كلها تبقى عايزة ترتدي القميص باسم اللاعب بالرقم بتاعه اللي هيبقى موجوده ده برضو نوع من أنواع المنافسة ده كمان هيخلق نوع من أنواع المنافسة اللي هتبقى موجودة ما بين أفراد الفريق لأ أنا كمان عايز لما أنا مستوية هيبقى عالي جدا في الفريق ده هيؤثر على بيع الأمصان وكمان بيؤثر على ممكن حتى تعمل أنت ساعتها نوع من أنواع التحفيز أنك إنت هيبقى جزء كبير جدا لو مستوىك ارتفع أمصانك أو عدد الأمصان اللي بتبيع اسمك هيرتفع أو هيزيد ممكن تتاخذ منه نسبة فدي ممكن تكون حافظ إيجابي وحافظ مهم جدا فأعتقد دي بعض الأفكار اللي ممكن تؤثر جدا على زيادة مستوى شعبات الأهلي أو زيادة استثمارات النادي الأهلي يعني طبعا الأهلي شعباته كبيرة جدا في مصر وفي العالم العربي وزي ما احنا قلنا حتى على المستوى العالمي مهم جدا فده مهم جدا أنك إنت تزود الشعبية بتاعتك أو الاستثمارات بتاعتك سواء داخلية أو خارجية طيب كلام أكيد مهم جدا أستاذ أيمن محمد المحل الرياضي الكبير لكن خلينا نروح سريعا لتأرير صوتي عن الأهلي الأكثر تتويجا ونرجع نستكمل هذا الحوار الهم جدا شهد عام 2014 رقما قياسيا تاريخيا للأهلي لن تنساه الجماهير حين احتل المرتبة الأولى كأكثر عن دية العالم تتويجا بالألقاب القرية بعد تتويجه بكاس الكونفدرالية الإفريقية ليصبح في جعبته عشرون بطولة كبرى وبفارق بطولتين عن ميلا الإيطالي الذي جاء في المرتبة الثانية برصيد ثمان عشرة بطولة يمتلك النادي الأهلي في خزائنه عشرين بطولة قرية مقسمة إلى ثمان بطولات لدور أبطال إفريقيا أعوام اثنين وثمانين سبعة وثمانين ألفين وواحد ألفين وخمسة ألفين وستة ألفين وثمانية ألفين واثنين عشر وألفين وثلاثة عشر ست بطولات لسوبر الإفريقي أعوام أربعة وتسعين ألفين واثنين ألفين وستة ألفين وسبعة ألفين وتسعة ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر أربع بطولات لكاس الكئوس الإفريقية أعوام أربعة وثمانين خمسة وثمانين ستة وثمانين ثلاثة وتسعين بطولة واحدة لكل من كاس الاتحاد الإفريقي الكنفدرالية عام 2014 بطولة السوبر الأفرو أسيوي عام ثمانية وثمانين لم يكسر رقم الأهلي سوى نادي ريال مدريد الإسباني الذي خطف الصدارة بمواصلته تتويج بالبطولات الأوروبية وكذلك كأس العالم للأندية وما زال الأهلي يطمح للعودة إلى صدارة أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات القارية طيب يعني تقرير أكيد مهم جدا عن نادي الأهلي الأكثر تتويجا وفي الحقيقة نادي الأهلي لو دلوقتي مش هو الأكثر تتويجا على مستوى العالم لكن إن شاء الله بإذن الله بداية من بطولة دورة أبطال أفريكا السينيدي اللي عندنا أمال كبيرة جدا إن شاء الله نادي الأهلي حق هذه البطولة نقدر ننافس مرة تانية ونقدر نتخطى ريال مدريد مش من بطولة دي بس في الحقيقة لكن انت كذا بطولة محتاجة تتخطى مرة بعد بطولات قارية عشان تجعل لي مكانك أكثر نادي تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم ودلع تدن عليه من قبل النادي الأهلي أستاذ عيمان محمد كنا نتكلم عن الاستثمارات اللي ممكن نادي الأهلي يستغل لها من خلال طبعا مركزه تبقى لتقرير الفرانس فوتبول لكن بالتحديد كمان عايزين نتكلم عن المباريات التاريخية للنادي الأهلي سواء مباريات ودية أو مباريات رسمية بالتحديد مع الأندية العالمية والأندية الكبيرة على مستوى العالم أبرز هذه المباريات من وجهة النظرة كل ممكن تكون معلمة مع الجمهير بشكل أو بآخر هي فيه مباراة أنا عن نفسي بعتز بيها جدا جدا لأن ليها علاقة بخدعة عالمية خدعة عالمية كانت أشهر مباراة في الخمسينات كانت مباراة المجر وإنجلترا انتهت المباراة ديت بفوز المجر 8-3 8-3 المجر وإنجلترا المجر كانت قوة عظمة المجر كان فيها بوشكاش وكان فيها جوزيف سيبس وكان فيها هيديكوتي اللي كان بيدرب في الأهلي بعد كده وكانوا بيقودهم مارتون بيكوفي ومدرب الكبير جدا اللي كان موجود في الوقت ده مارتون بيكوفي كان لجأ لخدعة في البطولة ديت أو في بطول الكاس العالم أنه غير أرقام اللعيبة إحنا دايما كنا زمان كنا بنعتمد على أرقام اللعيبة كان تبقى للمركز يعني مثلا رقم عشرة هيلعب في قلب اللبون رقم تمانية هيلعب في خط النص فحصل فيه تبادل طبعا كانت الفكرة أنك أنت عارف اللعيبة وعارف أسماءها وعارف أشكالها كان صعب لأنه مفيش الموجود دلوقتي فأنت لما غيرت أرقام اللعيبة كان اللعيب المفترض رقم عشرة بتلاقيه في خط النص والرقم اللعيب رقم تمانية موجود في خط الهجوم هيدكوتي استخدم هذه الخدعة في مبارات الأهلي وبروسيا مونشنج لباخ الشهيرة جدا مونشنج لباخ كان في الدوري الألمانيا وكان في ألمانيا كان بطل ألمانيا وكان بطل على بان مونخ اللي هو كان في الفترة دي كمان بطل أوروبا فبروسيا مونشنج لباخ لما جاء اللعب قدام الأهلي في السبعينات في المبارات الشهيرة كان كابتن محمود الخطيب بدل التيشرت بتاعه مع كابتن صفوت عبد حليم رحمة الله عليه وكان صفوت كان من اللعبين المميزين جدا الناس اللي ما كانتش شايفت كابتن صفوت أو اللي ما تعرفوش كابتن صفوت كان مزيج كده من حسام غالي على صالح جمعة كان مهريا عالي كان عنده وجه قدم خارجي رهيب كان يقدر بيصل لأي لعب في أي مكان في الملعب وكان عنده لمسة فنية ممتازة جدا تقترب لم تكن تفوق في وجهة نظري أنا أنترايا بيرلو مع ليوفينتوس في الثلاث سنوات الأخيرة لأن فعلا للناس اللي اتفرجت أنا اتفرجت على ماتشوت في الفترات ديت للنادي الأهلي الماتشوت الأديمة اللي دايما بتوزيع سواء في بعض القناة المصرية اللي دايما مهتمية بها زعت هذه المباراة أو حتى لما بتصنح أو بتصنح فرصة في القناة الأهلي أنها تزيع بعض المباراة في فترات سابقة المهم أن في المباراة ديت كابتن صفوت عبد الحليم وكابتن محمود الخطيب وده أنا حتى ذكرته في كتابي أن هم تبدلوا التشيرتات مع بعضهم عشان خاطر كان طبعا معروف أن هذا اللعب رقم عشرة اللي هو محمود الخطيب أو محمود الخطيب في هذا الوقت هو نجم الشباك في الأهلي وبالتالي هيبقى فيه رقابة عليه فبروسيا مونشان جلباخ جاي عشان خاطر اللي هيبقى لعب رقم عشرة فإذا بكابتن محمود الخطيب بيرتدر لعب التشيرت رقم تمانية وإذا بكابتن صفوت عبد الحليم بيرتدر رقم عشرة ولعب كتير جدا في المباراة ديت أدى أداء مذهل لكابتن محمود أو حتى كابتن صفوت أو حتى بباقي الفريق يدروا فعلا أن هما ينخدعوا يعني آه طبعا وحتى كانوا فيه بيبو من صفوت آه لا هما كانوا تركيز أكتر على رقم عشرة رقم عشرة وخلاص آه هو رقم عشرة هو اللي كان موجود فإنهم ركزين أكتر إلا كمان ده فيه كمان دلوقتي فيه واحد رقم تمانية ده بيلع في قلب الهجوم يعني إحنا مش عارفين هو عشرة عشرة كمان حريف طبع عشرة ده طبع بينزل دلوقتي طب تمانية ده إيما أنا كده مش حاطد همي على ثمانية أكتر وكمان كابتن صفوت كان بيستلم الكرة يعتبر من قلبين الدفاع كان كابتن لما تذكر كان كابتن ماهر همام وكابتن أحمد عبدالباقي إن لم تخن الزاكرة يعني وكابتن حسن حمدي كان موجود في المباراة دي في هذه المباراة طبعا مزير الدفاع آه طبعا كان موجود في هذه المباراة يعني كانت مباراة أنا كنت شايفها من مبارات الممتعة جدا جدا على مستوى التاكتك التاكتك كمان بالنسبة لتأثير النادي الأهلي عالميا نادي الأهلي من أوائل الأندية اللي دايما كان بيستقدم الخطط بتاعة أوروبا وكان بيطبعه يعني ففترة هيدوكوتي استهدم كابتن شطة في لعب الارتكاز الدفاعي كان المركز ده مش موجود قبل كده في مصر زي ما كنت بقوله كان كابتن صفوت هو اللي بيلعب اللي هو بمهم هجومية لعب مهاري في لعب الارتكاز الدفاعي ما كانش لعب يعني بيدافع أكتر شوية ما كانش فيه فكرة الرقابة اللصيقة أنه كانت تلعب حد زي كابتن فاروق جعفر في الزمالة فكان بيوكله المهمة ده كان كابتن شطة ده كان مركز لسه جديد في أوروبا أنه كانت تلعب باربعة تلاتة تلاتة بالارتكاز الدفاعي ده كمان برضو بعض الفترات لو نطينا حوالي 12 سنة كان في موراد كوينز بارك رينجرز في سنة 88 لما لها ليكسب بالضبط كده لما لها ليكسب كوينز بارك رينجرز أو تعادل واحد واحد عفوا كان كانت تلبي ياسين هو اللي سجل الهدف كان لسه جاي لنا خبير ألماني اسمه ديت ريتش فايتسا المباركة عشان نفسي تتاح ملعب كوينز بارك رينجرز صحيح لتوئيد ده ده حيح كوينز بارك رينجرز كان بلعب كان الأهلي ساعتها بيدرب الأهلي ساعتها كان ديت ريتش فايتسا فايتسا ساعتها جاب أو رجع تاني أو جاب تاني طريق ثلاتة خمسة اثنين لأن مصر كان ساعتها بتلعب وقتها أربعة ثلاثة ثلاثة وبرضو أربعة ثلاثة ثلاثة اللي كانت بتتلعب في التمانينات غير أربعة ثلاثة ثلاثة اللي بتتلعب دلوقتي الاعتبارات لها علاقة بتقويني التسلل وفكرة توزيع الأدوار تقويني التسلل كانت مختلفة؟ آه طبعا كان السويبر اللي هو الزهير الأشياش موجود متراجع مثلا شوية مثلا كابتن حمادا صدي مثلا يبقى متراجع شوية ويبقى فيه واحد قدامه هو المساك يبقى حمادا بيغطي واحد قدام والعكس صحيح عشان كده هتلاقي مثلا بسهولة أن كابتن ربيع ياسين لعب برضو في المركز لما كانوا بلعب أربعة كان بيلعب في قلب اتفاع وبعد كده لما تحولت ثلاثة خمسة اتنين كان بيلعب قلب اتفاع مع المساك ومع السويبر أو اللي برو باللغة الفرنسية يعني لما كنا بنلعب في ثلاثة خمسة اتنين فالأهلي لعب أربعة ثلاثة ثلاثة مع هدي كوتي بالخدع بتاعته اللي كان عارفها من مارتون بيكوفي في الخمسينات الطبقة في السبعينات ديرتش بايتسا لعبنا ثلاثة خمسة اتنين وفضل ثلاثة خمسة اتنين إلى أن جاء منو الجوزي وطورها ثلاثة أربعة ثلاثة كانت تلاثة أربعة ثلاثة برضو كانت موجودة أو كانت تبتلت تظهر أكتر في إيطاليا عن طريق ألبيرتو زاكروني في آخر التسعينات لما كانت بلعب مع إيسي ميلان كانت تلاثة أربعة ثلاثة بتدت تشتغل شوية بعد كده تطورت الأربعة ثلاثة واحد بعد كده في الفترات في الفترات الثانية لعب الأهلي أربعة ثلاثة واحد وداتة أربعة ثلاثة علمت بشكل كبير مع النادي الأهلي خصوصا في ظل التواجد مستر مانو الجوزي ولعبوا بليبرو في توقيت ده تلاثة يعني بتلعب بواحد لبرو كانوا أبرزهم أو كانوا... إنت كده كودت تلعب ثلاثة في الفترة دات كودت تلعب ثلاثة خمسة أثنين بس أنت حولتها لثلاثة أربعة ثلاثة أنت كان في رقل ثلاثة خمسة أثنين إنك كنت تلعب بواحد في ارتكاس في خط النص عادي جدا واثنين مساندين بالضبط في خط النص وكان عندك اثنين في الهجوم الفكرة إنك أنت بعد فترة وإنت بتيجي تلعب بالكرة بيحصل لو ما فيش تطور في الأفكار وفي العناصر حتى اللي بتدخل وفي مستوى الصراع بيبقى اللعبة التقليدي أو روتيني شوية فهو لما دخل مانو الجزي لها أن التركيبة بتاعت الدوري المصري أو مفيش هجوم داري فاضطر أنه هو يعمل 3-4-3 لما في حاول يلعب 4-2-3-1 عشان خاطر يزود عدد المهاجمين يبقى أنت تلعب ب3 تحت رأس الحرب يبقى فيه 4 بالإضافة لزهرين الجنب فحب أنه هو يأمن فشال واحد من خط الدفاع من خط النص اللي هما في 3-5-2 وحطوا فيه الهجوم شالوا من خط النص وحطوا فيه الهجوم بس بشكل عرضي لعب 3-4-3 استغلالا للسرعات لما جاء بعد كده في فترة 2005 لأن الموضوع مختلف شوي لا بدل ما يبقى ما عنديش الأجنيحة السريعة كان برضو جوزي كان عقاري في النقطة داد فعشان كده خلى بركات وأبو تريكا الاثنين يلعبوا تحت عماد متعب بعد كده حول يلعب بشكل مختلف لما كان بيحب يعمل زيادة في عمق الهجوم فكان بيعملها 3-4-1-2 فكان يلعب متعب وفلافيو وتحتهم تريكا ويخلي بركات باكي مين ده بالنسبة للشكل التكتيكي لكن لو رجعنا تاني لفكرة اللقاءات الأندية العالمية طبعا كان أهم لقاء موجود في القرن الجديد طبعا لقاء ريال مدريد حتى لو كان لقاء شرفي كان كان لقاء مهم جدا ليه لأن دي كانت أطول فترة للأهل ما يلعبش فيها ما عندي أجنبية كان بقالنا كتير ما ملعبش عندي أجنبية من أيام من كونزبارك رينجرز إلى ريال مدريد مونشنج للاد بخ كان في السبعينات 77 لكن كونزبارك رينجرز كان آخر مباراة كان الثمانية وتمانين إلى ريال مدريد اللي هي كانت في مباراة 2001 طبعا مع دخول الأهل بالنسبة منشنج للاد بخ والدي دايما كان بيحكي لي في الحقيقة حرس مرما منشنج للاد بخ أعتقد شاد ساعتها بكابتن محمود الخطيب صح؟ طبعا الفريق كله المدير الفني كمان ساعتها وقتها كان فيه منشط حتى معروف جدا وشهير جدا للمجلة الآلي كان بيقول فيه اعطوني لعبيكم انافس بهم على بطولة العالم أو بطولة أوروبا والله دربات كان بيتقال كده في المجلة الآلي طبعا انت لو انت شفت المباراة هتلاقي فعلا أداة ممتعة يعني انت مش هتحس ان فيه فرق كبير جدا الناس دايما بتيجي تتكلم بتقول الكرة دلوقتي أفضل من زمان ولا زمان أفضل من دلوقتي الفكرة دايما في الفكرة الإمكانيات انت دلوقتي عندك انت زمان كانت اللعيبة بتلعب بسيستم تدريبات معين بتجهيزات معينة أرضية الملعب ما كانتش دلوقتي حتى الأدوات يعني انت بتتكلم على اتحاد الدول اللي ما بيجي يطور أو الشركات اللي دخلت في صناعة كرة القدم زي مثلا شركة أديدس عشان قاطر تصمم الكرة هتلاقي ان وزن الكرة زمان مختلف الخامات بتاعتها مختلفة الخامات بتاعة الأحزائي بتاعت اللعبين الأمصان نفسها ازاي بتانتصر على حاجات كلها مختلفة وبالتالي انت ما تدرش القارن دلوقتي انك انت تبقى قاعد في ستوديو مكيف وتقدر تعمل وعندك كاميرات وعندك كل حاجة فتقدر تعمل برنامج عظيم جدا لكن لما يبقى انت عندك مثلا مكان صغير فتقدر تعمل برنامج على المستوى الصغير عشان خاطر مثلا الامكانات عندك ضعيف وبالتالي انت كان عندك فرصة انك انت تقدم برضو أداء عالي بالرغم ضعف الإمكانيات في السابعات طيب خلينا نروح ناخد مدخلة مهمة جدا جدا مع كاتب كبير كاتب صحفي كبير طبعا هو أستاذ إبراهيم حجازي يا أستاذ إبراهيم مساء الخير على حضرتك الخير يا أمير خير على أيمن أهلا بحضرتك أعتقد نهاردة حالة حزن كبيرة على كل من ينتمي للمجال الرياضي وكل من يتابع مجال الإعلام الرياضي بالتحديد يا أستاذ إبراهيم وفاد قيمة وقامة كبيرة زي دكتور خالد توحيد وفي الحياة لأن الحزن سيكون نهاردة بس ولكن نحن نفضل دائما أن نتذكر شخصية عظيمة مثل دكتور خالد توحيد يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم والله يا عزيزي أمير الحقيقة هي الحديثة من خالد ولكن في الأخرى هو هذا الدنيا هو هذا الحقيقة بالنسبة لنا لا نأخذ بالنسبة الموضوع ممكن يبدأ أخرى في لحظة يبدأ أن تتنقل من مضارع الوضع الماضي وقد اتنقلت من حتى الحدة خالص لكننا ننسى مع خالد كان في الأغير 9 وربع أو للبارح فعلا مع بعض ونحن نتكلم ونحكي حكاية لكن من خطر الذي أرى أنا ليس مستغرب لكنه طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني التعليل وتبديك كده حالات إشارات أنه إنسان طيب وإنسان حلال وإنسان كويس أنه يعني يموت هو ثابت ما هو يعتبر من ساعت ما فقد الوعي هو يعتبر خلاص ومش هنا يعني صح نحن كنا بقى فيعني ده شيء هايل بدا يعني مش عايزة أولاية يعني أدي إيه نقاء هذا الإنسان فعلا أدي إيه النقاء بتاعه طبت وحد راح بطلع لي يعني الحقيقة يعني في الدنيا ما فيش الموت ده نسبي الموت اللي بيرح إنما تتبقى بقى كل واحد وعمله 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 فمسألة نسبيا الناس اللي اللي عملت حاجات وثابت حاجات وتركت حاجات هل ما في الموت يعني الحقيقة أعمالهم تقعد معانا وإحنا شايفين عندنا في مجالات كتيرة ناس ما يتبقى على خمسين سنة وموجودين وأكثر تقلقا من الناس بيشتغلوا شايفين ده في التالي شايفين ده في الكابة وحدات زي كده يعني يعني الواحدة الحقيقة أنا عايز أقول يعني يعني الواحد بعز يبني نعز نفسينا وبنعز وسط الرياضي كله وبنعز يعني القناة الأهلي يعني واحد ابن العمداء الأهرام واحد من أسرة النادي الأهلي واحد من المسجدين اللي مصر كانت فترة صعبة ولا تسمع له صوت ولا تسمع له حاجة ويشتغل في الدنيا ماشية ويشمشي شغله يعني شيء جميل بيدنا خالي التوفيط رحمة الله عليك ربنا رب رحمه أستاذ إبراهيم لكن حرارك كنت بتقولي أن حرارك كنت متواجد معاه حتى أول أمس ساعة متأخرة من أول أمس هل هو اشتكل حضرتك من حاجة كان فيه أي أنا معنى لا قصة أنا عايز أقول على حاجة بالنسبة ما هو أنا معرفش حتى يعني هي أيضا الله يخطون في قناة وصدت متبراته يعني كلمت دورته بيتقول لي ده حد بيقول إن هو كان يقال لك أنا عمري خالي المشتكة معلينا أنا شخصيا إطلاق وحالة مرضية ولكن هناك نقطة لأن المسألة دية موضوع الأورطة ده أصلا ليت الربع معي أنا أنا شخصيا ألف ساعة معلك فالأورطة أصلا بيحصل فيه تمدد يعني دي الحلقة التي كانت عند خالد أنا في رأيي أنا 90% هو ما يعرفش ما أعرفش أكتبالك أنا عرفت أن أنا عندي مشكلة في الأورطة لأن أرح تعمل القلب مفتوح فبيعملوا إشاعات وبيعملوا حكايات وبيقول لي لا 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 أورطة فيه تمدد يعني أي تمدد قال لي عن حتة ضعيفة في الدهار بتاع السوريان فبتقلل طب إياه بقيت طالعا بقيت لك ذاكورة أنا أعمل ذاكورة ذاكورة أهم بقيت طالعا حتى في الأخير قال لي لا بعدين فقال لي نعمل العملية لا نخدم مع بعض قال لي لا هذا فتنة نائمة لعن الله ما نعكاز ففهمت أن هي عملية ثقيلة يعني سهل تقول لي خلي بالك أنك هتعمل كل ثلاثة تعمل نعمل عشاء كده عشان يقيسوا انت عندك دلاتي التمدد ده ثلاثة ومصر لو وصل خمسة خلاص بتدخل في حرف الخطر لازم تتعمل كلها هنفجر طبعا نحن في الشغلانات بتاعتنا دية في الإعلام عموما كل الشغلانات دية الإنسان الوقت اللي بياخد فيه الوقت اللي بيموت اللي بيشتغل في الإعلام صح الوقت اللي بياخد فيه هو وقت موته هو بياخد هي دي الإعدازة أول مرة ياخد إعدازة من غير ما يفكر إنما أنت ممكن تاخد يومين وتبقى مسافر رايح السحل ولا الداخل ولا العب انت بالأي حاجة واخد يومين إعدازة إنما دماغك في الشغل ودماغك عمل وطر عملية مش عارفين فعمر الإعلامي ما خدت بالك ما يقدر دماغه أو زهنه بقى فضل فأنا طبعا قالوا لي 13 نسيت وفتح المسألة دي أنا عملتها مرتين ثلاثة وانسيت بقى آخر وفي يوم واليوم ده كان في الأسبوع الأولاني ديسمبر 2010 كنت راجع كان عندي كنت تبقى بسفورت ساعتها وبعدين كنت بيشتغل من 11 الوحدة على ما بيوصل البيته بقى 2 وهم مش عارفين يعني اللي بعمل مهم أنا نتو معرفش إيه اللي قومني الساعة 8 كده ولا حاجة معرفش ليه يعني بغدة مش عارف ليه تمام وبعدين إرادة ربنا يعني يعني اللي هو حاجاتك حس بالفضل حاجاتك تحصل عشان الحاجاتك فاجعل إيه نفسي وأنا ماشي كده الأرض ليه رخام ليه نفسي طاير زي ما تكون جون طاير الوحي بيزا حلق بالكدوة على الأرض على وشه على ظهره على أي حالة يعني بتوع من مستعم ونخفض أنا طرت الفوق ونزلت نزلت على حاجة بتاع ورد كده كانت توقع قوية يعني يعني حديث وخدناعاتي كنت تقريبا مش قادرة تنفس روحت على المستشفى زلما رحت المستشفى بعملولي أشعة فلقيت المستشفى تقدر بهم عمالين يبعتهم في بودكاترة أطبر وده بتاع ده وعمالين ومشافين وعايزين يقولولي حاجة وخايفين يعني فالآخر وصلوا في إيه قالوا لي لا ده الموضوع دله مايو التمدد من ومن عارف قالوا لي عارف ايه كان المفروض يتعامل خمسة ونص يعني أنا عديت العديد يعني حضرتك بترجح من خلال تجربة بالنسبة لحضرتك أنه ممكن نكون ده اللي حدث أنا أعتقد أنه يعني عيني ما يعرفش في الآخر هي أعمار في الآخر هي أعمار وده بالزبط طبعا والحقيقة الوحيدة في حياتنا يعني كلنا هنموت كل نفس مضائقة الموت هو لا حتى عارف حيموت أمسة ربنا رب ربنا رب ارحمه قال الله وإرحمه وإرحمه يا رب ربنا أستاذ ربنا أستاذ يعني 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 الأعزان يعني الأناس كل الداب له خالد يعني 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 أن أنا في شغل أنا أخد بالي من شغل زي ما أخلت أولا ستبقى أنا بحاجة لحاجة ربنا رب رب يرحمه يخفر له وسكنه في صحيح جناته وبشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ إبراهيم حجازي طبعا كتب الصحفي الكبير وأحد المقربين من دكتور خال التوحيد رحمه الله من داخل أكيد كانت مهمة بس سريعا عشان خلاص الوقت بيدهمنا عايزة نط معك سريعا على مباراة الأهلي ولي المديد هذه المباراة المؤثرة بالنسبة لكل جمهوري النادي الأهلي في إجاز المباراة طبعا كانت سامة بمباراة القرن لأن النادي الأهلي كان بطل القرن أو نادي القرن في أفريقيا وكان نادي الريال مدريد كان نادي القرن في أوروبا وبالمناسبة عشان خاطر برضو فكرة قضية القرن نادي القرن حسمها في قارة أفريقيا وفي قارة أوروبا بالنقاط وليس بعدد الألقاب تمام كانت المباراة ديت كانت مباراة ما بين الناديين وكانت أول مباراة لمستر مانو الجزية والاستطاع الأهلي فيها أنه يكسب 1 صفر وكانت مباراة مهمة جدا ريال مدريد ساعتها كان مدجق بالنجوم زيدان فيجو روبرتو كارلوس رؤول كان لعبة كتير جدا مهمة جدا كان جيرمي نجم نادي الكاميرو فكان لعبة مهمة جدا وكانت لعبة مؤثرة جدا موجودين الأهلي استطاع أنه يكسب 1 صفر في هذه المباراة هذا في الصندية طبعا الشهير اللي كان صنعت حسام غيري كابتن نادي الأهلي السابق دي كانت أهم مباراة طبعا في القرن الجديد أو في القرن الحالي طبعا مع المباراة المهمة جدا في كأس العالم 2006 تحديدا المباراة للأهلي كسبها مقدام باتشوكا كلوب أمريكا المكسيكي في 2006 2006 2-1 وهدفين أبو تريك طبعا كلها ذكريات أكثر من رائعة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي فيما يخص المباراة العالمية سواء كانت ودية أو رسمية بالنسبة لنادي الأهلي دكتور أو أستاذ أيمن محمد طبعا ناكدنا الرياضي والمحلل العالمي بموقع يلا كورا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا أمير وزي ما احنا بنقول تاني إن الله يراجعون وخالص العزاء لكل محبي وعشاك دكتور خالد توحيد قبل ما نروح للفقرة التانية مع زميل العزيز عمر ربيع سينا عايز بس أعرض أستاذ أحمد الأخر صورتين أو أخر حاجة كتابها دكتور خالد توحيد عايز بتديب آخر صورة كان نزلها على حسابه الشخص طيب ماشي دي آخر حاجة نزلها دكتور خالد توحيد رئيس قناة نادي الأهلي اللي توفاه الله صباح اليوم كان كاتب فيها أنا مش شايف يا جماعة حب الناس نعمة ورزق كبير ربنا يرزقك يا كابتن محمود الخطيب ده طبعا بعد الندوة أو بعد زيارة الكابتن محمود الخطيب لجامعة المنصورة هذا الجبال الهائل من الجماهير والمحبين ده هذا الرجل ودي آه كان يتأخذ كمان اللي كان بيودع بيها الناس من خلالها طبعا دكتور خالد توحيد آخر آخر صورة كان نزلها وفي الحياة يعني فيه ناس كتير من زمانينا في القناة موصييني ومأمنيني أمانة عايزة أقولها سريعا أن الرجل ده كان ليه تأثير بطريقة أو بأخرى على كل الشخصية متواجدة في قناة النادي الأهلي خلال هذه الفترة وأن هم إن شاء الله أو أن هم يقدروا يشتغلوا بصورة أفضل من كده ودي أمانة بصراحة زماني في قناة النادي الأهلي كانوا بعتنهالي دلوقتي على الواتسات دي كانت فقرتنا الأولى من حلقة الأهلي الليلة النهاردة استنونا بعد الفاصل وفقرة أخرى مهمة مع زميلي العزيز عمر ربيع سين وحستطيب فيها كابتن كبير كابتن أحمد بلال نجمى النادي الأهلي السابق بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر